أول سؤال وصلنا سؤال بيقول منذ بدأت أدرك في حياتي وأنا أرى خلافات أبي وأمي وحتى كبرنا الآن هي مستمرة أبي عصبي جدا لدرجة لا يتيح الفرصة لأحد أن يشرح أو يفسر ولا يقبل أي رأي غير رأيه في الأغلب سبب معظم الخلافات أن أبي يشك في أمي يشكك في أمي وقسما برب إن أمي شريفة عفيفة يا الله لا ترى إلا مصالحنا ونحن فقط إذا تحدثت في الهاتف شخط افتح لسبيكر وإذا رن الهاتف مين بيتصل ها قد شاب شعرها وهي على نفس الحال تتحمل الإهانة والظلم وقلة الاحترام فماذا تنصحنا يا فضيدة الشيخ ما رأي الشرع والدين في حنة أتبقى أمي متحملة للإهانة والظلم بدون سبب أم ترحل لبيت أهلها ممزقة لمنزلها لا يا سيدي بس أنا معجب بكتابة حضرتك حضرتك أو حضرتك أنا معجب بهذه السياغة لو بتسألني المسألة بسيطة إحنا كنا لازم ننتبه من أول خالص لو إن والدك بيعمل كده على طول وبيشك في أي حاجة أو كده والدك محتاج دعم طبي يعني استشارة نفسية وقد يكونوا محتاج جلسة إرشاد زواجي مع حد بيعرف في النفس الشوية في علم النفس الشوية ليه؟ احتمال كبير يكون والد حضرتك بيعاني من إيه؟ بيعاني من حالة معروفة أوى 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 وهو استصحاب ترومة حصلت له في الماضي إنه شاف حد خان حد أو إنه هو شاف حد بيتخلى عن حد يعني مش لازم يكون في خيانة ممكن يكون في تخلي يعني شاف حد من أسرته في إطار الخلات في إطار العمات حتى في إطار الأب والأم الزوجة فيها تخلت عن زوجها فبيبقى ده في الحقيقة الباعث الأساسي ليه طبعاً فيه بواعث كتيرة لكن ده من أهم البواعث اللي بتحصل الإنسان يحس إن زوجته هتعمل كده ما بيبقاش السبب فيه إن الزوجة مش شريفة وذلك حلفانك على إن أو حلفانك إن والدتك ست شريفة بلا شك لكن والدكم أنا عايزكم تنتقلوا من مربع الغضب منه اللي ممكن يوصلكم للانتقام إلى مربع المشفقين عليه المشفقين عليه أنت متعرفش إحنا بنتهزى وبنتعرض للمهانة وبنتعرض إن إحنا نتفضح من كتر اللي بيعملوا مع والدتنا صح لإنه ممكن يكون عنده وسواس قهري ممكن يكون عنده هلاوس إيه ده؟ ممكن كده؟ طبعاً فأنا دايماً بقول للناس لازم تتعاملوا مع بعض الأشياء والاضطرابات النفسية زي ما بتتعاملوا مع الاضطرابات الجسدية محدش بيجي يقول لحد في بعض الأحيين أنت والله إيه راجل ما عندكش إيمان عشان القولون بتاعك بيوجهك أنا عايزكم تتعاملوا مع والدكم كده لأن واضح جداً 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 إن المساحة اللي هو موجود فيها دي مساحة التراب نفس ممكن تتحل إذا لا أحد يفهمه ويساعده إنه يتخلص من ده فممكن ده يحصل في جلسات العلاج الزواجي أو يحصل في جلسات العلاج النفسي ده أول حاجة بنصحكم بيها النصيحة التانية التفوا حواليه حسسوا بالأمان لأن في الغالب اللي بيحصل ده لي بيكون لما يحصل لما يحس بالتهديد وإنتوا لو حسستوا بالأمان هو هيتغير تماماً فأنا رأيي تاني حاجة التفوا حواليه وحسسوا بالأمان التالت حاجة والدتك تعتبر إن الكلام ده مش موجود أصلاً خالص إزاي ما تعتبرش بكلام جارح والأسلوب ده مهين وسعاد بيسمع حاجات ما يجيبش النوع يسمعها وسعاد بيتلكك وياخد كلام وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لي يا رسول الله إنهم يزمونك فرسول الله قال لهم إنهم يدعون مذمماً ولست مذمماً ولكني محمد فهي تقول هي مش هي المقصودة التالت حاجات دولة اللي تعملوا هيهدوا الدنيا خالص بجانب إن إحنا زي ما قلنا في الأول خالص هو قد يكون محتاج إن هو يزور طبيب طب مين اللي هيقنعوا بده؟ ده إحنا لو قلنا له كده الدنيا تخرب ولا حاجة نشوف حد لطيف يوديه لدكتور بييعرف في تعامل مع الحالات دي وصدره واسع إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرم وتبقى كل حاجة بالخير إن شاء الله اشتركوا في القناة